الفتة يغترف منها من شاء فليغترف وللأسف البعض بيقرر أنه يغترف من كرامة المصريين كيفما يشاء عن عمد عن غير عمد أنا معرفش ما قدرش أدين حد بس أقدر أتطرق بالإدانة إلى أنه ليس من المقبول بل هو من المرفوض رفضا كاملا وبالكلية السخرية من وضع اقتصادي لشخص أو من وضع اجتماعي لشخص أو من وضع مالي لشخص فلما يجي إعلان يقرر أنه يسخر من بني آدم علشان لابسه هدوم أطاعة أو دايبة إزاي؟ ده مش بس كده ده هذا الإعلان صور الطبيب في أسوأ صورة في حين أنه الأطباء ومهن الطب والتواقم الطبية بشكل عام دول الناس اللي إحنا منه إحنا صغيرين يقولك بنسميهم ملايكة الرحمة دول الناس اللي ربنا بعيدهم علشان ياخدوا بأيدينا إلى آخره فأنا أطلع حد بيمتهن هذه المهنة العظيمة أطلعوا بي أسخر من فقر بني آدم وقلهم طلعوا الدول ومتين جنيه وخلوا يروح لمجرد أنه مش عاجبوا لبسه عشان لبسه منتش ولا مقطع ولا دايب هو إحنا وصلنا لفين يعني؟ يعني اللي عمل الإعلان واللي فكر فيه كان بيفكر في إيه؟ والشركة اللي خدت القرار أنه ده إعلان حلو جميل عاوزين نزيعوا بقى برضو كانوا بيفكروا في إيه؟ يعني هو عدمة الأفكار وخلصة الأفكار؟ ولا إنه كرامة الناس أصبحت سدح مداح؟ لهذا أنا أحد من الناس استقت من الإعلان كل الاستياء اللي ممكن يجي على بالك كل الاستياء مفيش حاجة في الدنيا مهينة إلى هذا الحد فرحت أول معرفة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر المجلس مشكوراً 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 وقف عرض إعلان هذه النوعية من أو الشركة أو المصنع أياً كان لهذا النوع من الملابس لأنه بمنطقة البساطة المجلس رصب عدد من المخالفات شابت هذا الإعلام السنة دي الإعلام ده بتاع الشركة دي غريب خالف تقريباً كل المعايير بس يمكن تبقى للمجلس قالك خالف عدداً من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد طبعاً ده بخلاف أنه الإعلان أثار استياء الغالبية العظمى من الناس ده لو ما كانش كلهم وخصوصاً نقابة الأطباء لأنه أهين الطبيب في هذا الإعلان يهان المواطن ويهان الطبيب في إعلان واحد كرسى فالنقابة هي كمان اشتكت وده لأنه هذا الإعلان تضمن المحتوى اللي بيتعارض مع الأداب والأخلاقيات والأعراف بتاعة المجتمع المصري شيء يتعارض مع الأدب والسلوك والزوء العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق اللي نص على عدم التحقير من الأشخاص فحقر المواطن في هذا الإعلان وامتهن الطبيب في هذا الإعلان لأنه حقر من مواطن في الإعلان ده طبعاً ده مش طبيب ده راجل بشتغل موديل يعني أنا مش بنتكلم عليه أنا بنتكلم على الفكرة في حد ذات دي مخالفة لكل حاجة مخالفة إعلانات مخالفة أكوادرامية وإعلانية وخصوصاً البند عشان تبقى أنت عارف لأن أنت المعني بذلك عزيزي المواطن بند اسمه البند رقم أربعة بي نص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية أيضاً المادة 16 من ليحة الجزاءات واللي بتنص على استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالفة خليني بشكر مرة تانية الهيئة على هذا القرار المحترم لا ده قرار تاريخي بالمناسبة حقيقي يعني لأنه هذا قرار من شأنه أنه يعيد للمواطن المصري كرمته وعزته من شأنه يعيد للطبيب المصري مكانته وإنسانيته بعد أن حاول هذا الإعلان بقصد أو عن غير قصد نزع الإنسانية عن الطبيب ونزع الكرامة عن الإنسان